اجتمعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لإعداد تصورها النهائي لآلية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية من مواطني الإمارة وخلال الاجتماع الثالث للجنة العليا بمقر المجلس أقرت اللجنة تصورها النهائي بشأن آلية تسجيل الأعضاء وشعار الانتخابات كما تطرق الاجتماع لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمرحلة المقبلة وخطة العمل وتبادل وجهة النظر في مجموعة من التصورات ومناقشة مدى جهزية كافة الجهات وتكامل أدوارها لإنجاح انتخابات المجلس الاستشاري وللمزيد من الإفادات حول اجتماع اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ينضم ولينا في مركز الأخبار سعادة المستشار منصور محمد بن نصار مدير وعامل إدارة القانونية بمكتب اسمه الحاكم ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مرحبا بك معنا هنا مرحبا يا أخي يعني بداية اجتماعكم في اجتماعكم اليوم لعداد تصور النهائي في اليارية تسجيل الأعضاء الهيئات الانتخابية فنودنا نتعرف أكثر على هذا التصور شكرا لكم على دعوتنا بالفعل اليوم كان اجتماعنا الثالث واجتماع من أهم الاجتماعات اللي عقدناها ناقشنا فيها آلية تسجيل المرشحين اللي وجه بها حضرت صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم إمارة الشارقة يعني خلال الأسابيع القادمة بنعد مؤتمر صحفي وبنعلن الجدول الزمني إن شاء الله تصور أن نحن نفتح التسجيل أمام جميع أبناء تسجيل الناخبين أمام جميع أبناء إمارة الشارقة من خلال توجههم إلى أكثر من مركز للتسجيل من باب التسجيل عليهم يعني إحضار البيانات المطلوبة والشيء بسيط يعني بطاقة الهوية ممكن يعني من باب التسجيل عليهم أيضا إن الشخص بيكون العمل في المراكز هذه حتى أوقات مسائية حتى أيام السبت بيكون فترة إن شاء الله لمدة الأسبوعين على أساس أنه يقدرون نضمن أكبر قدر من المشاركة إن شاء الله يعني خلال الأسبوعين إن شاء الله تبدأون بهذه بإذن الله طيب ماذا عن مرونة في تسجيل العنصر النسائي؟ أكيد إحنا دايما في العملية الانتخابية دايما الرائي كل ما يتعلق في خواتنا والعنصر النسائي يعني إحنا مثلا ما نقول يمكن يكون في صعوبة إن مثلا تتوجه الحرمة مثلا لهذا فممكن رب الأسرة هاني مثلا إذا راح يسجل نفسه يسجل زوجته ويسجل أبناءه اللي معاه في خلاصة القيد وأقاربه حتى الدرجة الأولى من باب إحنا نبغي نضمن أكبر قدر من المشاركة في الناخبين وبنفس الوقت نسهل على أبناء وابنات الإمارة عملية الإقبال يعني نخفف عليهم المشاق والازدحامات والأمور هذه طيب نود أن نتعرف على دور التوعولي وسائل الإعلام لنشر هذه الأنجاح العملي بلا شك بلا شك وسائل الإعلام له دور كبير وإحنا طبعا الحمد لله عدنا لجنة إعلامية بموجب المرسوم الأميري لنظم الانتخابات هناك لجنة إعلامية متفرعة عن اللجنة أولية يناطبها كل ما يتعلق بعملية التوعية وسواء كانت توعية المجتمع في الإمارة في عملية التقافة الانتخابية أو من خلال توعية المرشحين كما أكد صاحب السمو الحاكم في أكثر من مقام أن حرصه على ضرورة توعية المرشح اليوم بدورك أنت مقبل على العملية بتترشح بتمثل مجتمع الإمارة تحت قبة المجلس الإسلشاري لازم تكون واعي بدورك وشو المهام المناطبك حتى في حملتك الانتخابية ما تطلق عود وشعارات رنانة يعني تعرف دائما الأمور هاي اللي يتيم مصاحبة للحملات الانتخابية التوعية بتشمل كل الفئات من مرشحين من مناخبين من أجهزة وإن شاء الله يعني يعني نعور على مؤسس شارج العلام على الأجهزة العلامية دورك بيه بتكي طيب يعني إذا أراد شخص مثلا الترشيح نفسه فإن يجد هذه المعلومات نحن طبعا اللجنة العلامية في الحقيقة تعد إلى يعني تقريبا اكتملت لديها الخطة العلامية من خلال الأعلانات وتنزل في وسائل الألام المسموعة والمرئية كذلك وسائل الألام المقروعة من الصحف مطبوعات من خلال اليوم تعرفت الأعلام الاجتماعي لدور كبير يعني في عملية السوشيال ميديا يعني لدور كبير في نشر الثقافة والمعلومات من خلال موقع إلكتروني أيضا للمجلس كلها إن شاء الله ستكون متاحة بيه تأكيد نبدأ نسأل كذلك يعني في حال كان شخص من إمارة الشارقة ولكن يسكن في إمارة أخرى هل يحق لها انتخاب كذلك؟ طبعا هو شرط يعني شروط يجب أن توفرها أن يكون من أبناء إمارة الشارقة ويرشح نفسه في الدائرة الانتخابية التي ينتبي لها يعني اليوم ابن الشارج يرشح نفسه في دائرة الشارج يعني ابن الحمرية كذلك في دائرة الحمرية ويصير التنافس على المقاعد المخصصة لهذه الدائرة هذا الشي بيريح يعني أبناء الشارج ما في خوف أن نبيك مثلا رأي الذيد وينافسك على المقاعد أو مثلا رأيك أخر فكان لا كل واحد بيمارس العملية الانتخابية في نطاق دائرة الانتخابية يعني شيخ حريص أن كل مجتمع وتعرف طبيعة كل مجتمع بلد وحدة وإمارة وحدة لكن تبقى هناك بعض العراف المعينة والخصوصيات التي تخص مجتمعات المدن والمناطق إن شاء الله فكل شخص سيمارس دورة في المشاركة وهذه من خلال دائرة الانتخابية إن شاء الله نعم إذن سعدة المستشارة منصور بن نصار مدير عام للجنة الإدارة قانونية بمكتب سمو الحاكم ورئيس اللجنة العليا للانتخابات للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة شكرا لك لا توجدك معنا شكرا لكم شكرا لكم